قد نصل في مرحلة لاحقة إلى تحقق أيضا جريمة لبادة الجماعية على الدفاة الأربية بمثل ما تحققت الفعل قد نصل إلى لماذا؟ هل إسرائيل فوق القانون الدولة وفوق اعتبراتهم؟ دي واحدة من المشاكل الأساسية اللي بنعاني منها دايما وبتعاني منها حركة حرور الإنسان وبيعاني منها لدول العربية المجتمعة إنه إسرائيل دايما تعامل معاملة خاصة جدا خاصة في ضوء الحماية الأمريكية الأوروبية المشتركة وإحنا شوفنا إزاي ده تحقق بعد 7 أكتوبر بشكل فظيع جدا اللي هو دعم مطلق غير يعني بدون أي قيود بدون أي ضوابط بما في ذلك دعمها في رد الفعل الانتقامي الحديث عن حقها في الدفاع الشريعي عن النفس وهذا كلام غير صحيح لأن صورة التحتلال ليس لديها حق في الدفاع عن النفس بمجاب قانون الدولي ومجاب أحكام أحكام العدد الدولية نفسها لكنها ممكن تبقى صورة التحتلال ولحين ما يزول الاحتلال اللي هو مرتجة عند المشاريع الدولي لأنه يزول الاحتلال في أقرب وقت ممكن تكون متمرس دور في فرض الأمن والدور ده مؤقت بطبيعته لكن فيش فكرة حق دفاع عن النفس نشرنا إزاي الولايات المتحدة استخدمت في مجلس الأمن الفيتو رقم 50 في حوالي أربعية 50 سنة دلوقتي من 73 إلى 2023 الفيتو رقم 50 استخدم في مجلس الأمن في 50 سنة فيحنا أمام مشكلة أساسية موجودة هو اختلال الموازين طبعا وزوجية مهير أمام حماية أمريكية لهذه الدولة اللي هي بتضع نفسها فوق القانون المسألة وده كلام غير مقبول في ميزان القانون الدولي ولا ميزان القانون الدولي لحول الإنسان اللي هو فرع من القانون الدولي نفسه أيضا الجرام التمارس دي هي بالطبيعة تمثل أنماط من انتهاكات معروحة في انتهاكات جسيمة لحول الإنسان مقاضات مرتكبي جرائب الحرب بالفعل ده حصل قبل كده وبجهود حركة حقوق الإنسان بدون أي جدعم سياسي من أي حكومة يعني هم بين عام 2002 و2015 المنظمات الحقية الفلسطينية بالفعل تمكنت من إعداد 25 ملف قضائي وتحركت بهم أولا أمام القضاء الإسرائيلي اللي هو غير عادل اللي هو وسط التختصاص لما ثبت أنه غير عادل أو لا يحسم في وقت مناسب ويحق العدالة يتوجه إلى محاكم من اختصاص القضاء الجنائي العالمي في 55 دولة في العالم منظومتها التشريعية تسمح بمخطبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقضون الإنسان الدولي اللي هو وقع تخارج أراضيها إذا كانت لم تلقى العدالة في منطقة اختصاص وبالتالي كان فيه عندنا 25 قضية في 23 دولة فيهم مذكرات توقيخ في 87 مسؤول عسكري وسياسي إسرائيلي بعض المسؤولين دول متهم في 7 قضايا يعني فيه تعدد كمان أيضا فإذا أمر التوقيف تشمل يمكن بنتكلم على أكتر من 150 شخص تأبيبا لكن هما في النهاية لما نحصرهم هم 87 مسؤول سياسي وعسكري إسرائيلي ليه من 2015 ما عملناش خطوات إضافية غير خطوات محدودة في اقتارة الولايات القضائية الجنائية العالمية لأنه كان الحمد لله استمع رئيس أبو مازن النصيحة وانضم إلى اتفاق روما نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وأصبحت فلسطين دولة طرف المحكمة وقام اقتصاص المحكمة ورغم أن النوم كان في يناير 2015 رئيس أبو مازن منح المحكمة الاختصاص من 23 يونيو 2014 قبل عدوان صف 2014 وأصبح حق المحكمة النظر في هذه الأمور المحكمة استرقت وقتها طويلة نسبيا طبعا هنتكلم على سياق دولي مش منضبط فيه غياب للعدلة نتيجة العادة السياسية مش متاحة بشكل عيد إنما الغرفة التمهيدية في المحكمة توصلت في 5 فبراير 2021 إلى انتباق كامل الاتفاقية على أراضي فلسطين المحتلة وانطلق قرار المدعي العام بالتحقيق في 3 مارس 2021 المشكلة اللي واجهناها آخر سنتين إن المدعي العام الجديد كريم خان اللي زال قهراء قريبا لم يتخذ أي خطوة حقيقية وكان عنده مشكلة دايما نقالها مؤخرا قبل العدوان بشهرين 3 قال لأنه ما عندهش ميزانية في المحكمة لأنه يبدأ التحققات فيما يتعلق بفلسطين لكن لديه من المذكرات الكافية لملفات صادقة أهمها وأختارها لإطلاق ملف للسطين وهو جاهز للتحرب فكان بيقوله ما فيش ميزانية فإحنا من يناير الماضي قبل أن يقول ذلك بندعو إلى توفير ميزانية للمحكمة من أجل أن يعني تتواصل التحققات خاصة معلص دواجي الموجودة إزاي أنت بتعمل تحيات جبارة جدا فيما تعلق بأوكرانيا من مارس 2022 وإنت ما تحركتش من 2021 لما ستلمت في 2021 في هذا الموضوع فهذا الموضوع كنا نحن متوقعينه الناصر إليه لأن المحكمة كمان عندها مشكلة فعلية لازم نعترف لأنه لما تبقى أمريكا واليابان برا منظمة دولية زي المحكمة فالتمويل بيبقى ليلة لما يكون أمريكا وروسيا والصين برا المحكمة وبيحربوا المحكمة يبقى المحكمة تفتقد القوة السياسية كافية ترجمة نانسي قنقر